السلام عليكم ورحمة الله وبركاته روضة مدرسة أكاديمية العزيز النموذجية مادة اللغة العربية درس تجريد حرف الشين كيف حالكم يا صغاري؟ أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة رح نستقبل اليوم حرف الشين إذن حرفنا الجديد هو حرف الشين اسمي حرف الشين وصوتي ش ولكن قبل أن نستقبل الحرف الجديد علينا أن نتذكر معا مقاطع الحروف السابقة أحسنتم رائعون الآن رح نستعد لسماع قصة حرف الشين وجد شادي عصفورا صغيرا على الأرض فأحضر شادي سلما وأعاد العصفور إلى الشجرة فزقزقت العصفورة الأم من الفرحة ما اسم الطفل في قصة اليوم؟ أحسنتم شادي 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 اسم علم مذكر رائعون ماذا وجد شادي على الأرض؟ عصفورا صغيرا إذن وجد شادي على الأرض عصفورا صغيرا على حرف جر أحسنتم رائعون كلمة عصفورا صغيرا نوع التنوين تنوين أحسنت تنوين فتح كيف أعاد شادي العصفور إلى الشجرة؟ أحسنتم أحضر سلما وأعاد العصفور ما نوع اللام في كلمة العصفور؟ لام قمرية لام قمرية أحسنتم هيا بنا يا صغاري نتعرف على أشكال حرف الشين يوجد شكلان لحرف الشين إش أول الكلمة وإش آخر الكلمة لاحظ حرف الشين يشبه حرف الإس حرف الإش يشبه حرف الإس ولكن له ثلاثة نقاط له ثلاثة أسنان وثلاثة نقاط أحسنتم لنلفظ معا حرف الشين محروف المد الطويلة إش آ شا ش أو شو ش إي شي شا شو شي أحسنتم انظر إلى هذه الصورة من يقرأ لي؟ من يقرأ؟ شم ع تن شمعة مرة أخرى شم ع تن شمعة هنا جاءت حرف الشين أول الكلمة وجاءت أيضا مفتوحة ش ش شمعة 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 فراشة 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 حرف الشين وسط الكلمة ش ش فراشة 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 مش 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 هنا جاء حرف الشين وسط الكلمة وآخر الكلمة لاحظ وسط الكلمة وآخر الكلمة مش 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 أحسنتم رائعون هيا نبحث عن الكلمات التي تحوي حرف الشين نقرأ ثم نبحث ش ر اف شريف شريف هل تحوي على حرف الشين أحسنتم تحوي على حرف الشين مي س مي س ميس هل تحوي على حرف الشين لا تحوي على حرف الشين شاي شاي أحسنتم تحوي على حرف الشين فارس فارس لا تحوي على حرف الشين هل تحوي على حرف الشين؟ لا تحوي على حرف الشين مشروب تحوي على حرف الشين مسرور لا تحوي على حرف الشين في راش تحوي على حرف الشين فرس لا تحوي على حرف الشين شريباء تحوي على حرف الشين وسيم لا تحوي على حرف الشين شراب تحوي على حرف الشين رشيد تحوي على حرف الشين يوسف لا تحوي على حرف الشين فراش تحوي على حرف الشين الآن من يذكر كلمات تحوي على حرف الشين من البيئة المحيطة بك؟ الآن واجب نذكر كلمات تحوي على حرف الشين من البيئة المحيطة بك وندونها على دفتر التدريبات أحسنتم رائعون هنا جاءت مقطع هنا جاءت مقطع حرف الشين يشبه حرف السين بالكتابة ولكن كيف يكتب هذا الحرف؟ يكتب بهذا الشكل له ثلاث أسنان سن الأولى ثانية الثالثة ثم على السطر بخط مستقيم ونضع ثلاث نقاط واحد اثنان ثلاثة وعليه فتحه ويلفظ شه 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 أما بوسط الكلمة يكتب بهذا الشكل له ثلاثة أسنان واحد اثنان ثلاثة ثم نمشي على السطر له ثلاثة نقاط وعليه كسرة ويلفظ شه شه أما آخر الكلمة متصل فيكتب بهذا الشكل خط صغير ثم ثلاثة أسنان ثم نزول عن السطر بطن كبير بهذا الشكل إذن له ثلاثة أسنان وبطن كبير تحت السطر وعليه ضمه ويلفظ شه أما آخر الكلمة منفصل نفس الشه ثلاثة أسنان ثم نزول عن السطر بطن كبير بهذا الشكل وعليه فتحه ويلفظ شه شه نلاحظ أن حرف الشين بداية الكلمة يكون ووسط الكلمة يكون على السطر أما آخر الكلمة متصل وآخر الكلمة منفصل يكون له بطن كبير ينزل عن السطر إذن أول الكلمة ووسط الكلمة يكون